طيب نروح تاني لخبر ترند ترند احنا خلاص خلصنا التوب نيوز في الفقرة اللي فاتت الفقرة دي الترند ترند اللي اكيد بحط اهتمام السوشيال ميديا طاق الحكام مباراة الزمالك والبنك الاهلي طبعا الكلام اللي تقالفه محادسة الفار وانا بأكد نفس الكلام اللي قلتم بارح كلام خطير جدا ما ينفعش يعدي ويمر مرور الكرام ما ينفعش يمر مرور الكرام خطأ محمد سلامة ميدو انه استدعى عادل في لعبة كل شايفها ما فيهاش رقل الجزاء وعادل في نفس الوقت هو ادى فاول وراح بيتكلم بالقانون مع حكم الفار ومع ذلك ادى قرار بالمخالفة لقناعاته حسب ما احنا شفنا في الملعب وبالتالي احنا عندنا هنا خطأ مشترك ولكن الجزئية الاخطر ان محادسة الفار اتقال فيها كلام وانت بتتناقش بشكل قانوني روح تخطي قرار عكس اللي انت قلته وبالتالي بقى فيه تحقيق بقى فيه موضوع لازم نعرف تفاصيله واحنا هنا مش هنسيبه إلا ما نجيب تفاصيله خطأ كارسي اكيد حدش يقدر يتغاضى عنه لنى ده هنبنى عليه المسلم كله هنبنى عليه المسلم كله ولكن النهاردة كانت فيه جلسة استماع جلسة استماع من اللي عمل جلسة الاستماع الكابتن جمال صدقي فاكرينه الحكم اللي كان بيحكم مباريات كبيرة في الدور المصر وحاليا هو المستشاري القانوني للجنة الحكام وانا ممكن تعمدت كده على الساعة 3-4 العصر قبل ما ابدأ معاكم الحلقة بساعتين اعمل كم تليفون في التحاضي الكرة اشوف النهاردة الاجواء ايه يعني خلص الاجتماع بقرار خلص الاجتماع بتوصية ما هو المفروض اللي بيحقق هو المستشاري القانوني للجنة خدوا بالك وانا بتعامل بنا على لايحة لجنة الحكام المستشاري القانوني للجنة فالنهاردة حصلت جلسة الاستماع جلسة الاستماع النهاردة حضرها مين حضرها حكم المباراة الكابتن محمد عادل حضرها الحكم الرابع حضرها الحكم المساعد في تقنية الفار محمد العتباني واعتقد قسامة السيد اسمه واعتقد الايفار دول التلات حكام اللي حضروا منهاردة جلسة الاستماع مش عارف بقى كل واحد لوحدة ولا تلاتة مع بعض ما عنديش تفاصيل الجلسة بالزبط بس انا عندي اللي تقال في جلسة الاستماع وده فيه كلام خطير جداً النهاردة هيخلينا نعلن على الملأ مطالبة بشكل مباشر ليه؟ في جلسة الاستماع والكل بيتوقع انه بيتم التأكيد على انه تقال في محادسة الفارداء حصل فجأت من مصادر في اتحاد الكورة واكيد النهاردة الناس اللي عاملوا جلسة الاستماع لو انا قلت حاجة زي دي عكس الكلام ده اطلعوا قولوا بمستند مكتوب ان الكلام ده ما تقلش ان الكلام ده ما تقلش كابتن محمد عادل نفى نفياً قاطعاً كل اللي تم تدوله في السوشيال ميديا وفي البرامج الفترة الاخيرة تخيلوا نفى نفي قاطع كل ما قيل في الفترة الاخيرة وقال ان كل الكلام اللي تقال ده غير صحيح وطلب وده على واضية الناس في الاتحاد طلب من لجنة الحكام نشر المحادسة طلب من لجنة الحكام نشر المحادسة او التأكد من الكلام اللي تقال ده صحته ايه لكن هو نفى الحاجة التانية الناس في الاتحاد لما بيسألوا طب بناء على الاجتماع ده او الجلسة اللي اتعاملت دي هل اللعبة اللي اتحسبت وكان بيتنايش فيها بشكل قانوني مع حكم الفار محمد سلام ميدو هو اختنع بمحمد سلام ميدو وقال له كذا 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 وفي الاخر راح خد قرار تاني اتقال لك لا ده كان فيه اتنين لمس تاني يد هو حسب على لمس اليد الاولى مش اللي جات من الارض ليدو كمان تبدأ ايه يا جماعة ده معناه ايه معناه حاجة من الاتنين معناه حاجة من الاتنين اتحاد الكرة مطالب دلوقتي مش بالاعلام بقى عن تفاصيل بنشر المحادسة عشان نتأكد نشوف من صح ومن غلط يالي اتحاد يعلن يأما من اعلن ذلك يعلن بشكل رسمي ما تم وصوله اليه من مستندات يأما محادسة الفار قد يصوت وصله يأما تصريح صوتي من مسؤول او من حكم بلغ يطلع ده ليه نسوت وصورة حاجة من الاتنين ملهاش بصوا جماعة اللي اتقال في جلس الاستماع النهاردة انا كل اللي يهمني اتحاد الكرة يكون ليه رد رسمي عليه لما طاقم الحكام ينفي وبرضه هسأل سؤال تاني حكم الفار محمد سلام ميدو في جزء كبير من الموضوع ما كانش موجود النهاردة ليه في الاتحاد ما حضرش النهاردة ليه في الاتحاد ما عملتش مواجهة ليه او ما اسمعتش لده واسمعت لده ليه احنا هنا يهمنا نعرف الصح ونعرف ايه اللي تم والموضوع ده مش هيعدي ومش هيمر مرور الكرام اللي قال فيه محادسة يطلح ولو اللجنة شايفة ان كلام طاقم التحكيم صح يعلن في بيان رسمي ويقول ان الحكام مغلطتش ويقول ان الحكام مغطقتش ولو الحكام النهاردة في جلسة الاستماع قال الكلام غلط يطلع ويعلن ان المحادسة لأ فيها كلام تاني عكس اللي تقال في جلسة الاستماع لازم موقف رسمي النهاردة احنا عايزين موقف رسمي لان المحادسة دي بالصيغة اللي تقالت وبالقرار اللي تنفذ لو الاتحاد ما خدش فيه قرار وما اعلنش على الملأ للرأي العام الدور ده مش هيستمر بشفافية ونزاهة زي ما احنا عايزين لان الله اعلم السنتين تلاتة اللي فات وكان ايه اللي بيحصل لكن احنا النهاردة امام واقعة زميل صحفي قال عندي ما يوزبط ده اتمنى يعلن ده ويطلعه للرأي العام لجنة حكام النهاردة مطالبة يا اما تأكد كلام طاقم التحكيم اللي تقال في جلسة الاستماع يا اما تأكد او تنفي والاتحاد لازم يكون ليه موقف يعني الاتحاد النهاردة ما عملش جلسة الاستماع ويجيب الحكم ويجيب الحكم الرابع ومساعد الفار طب حكم الفار ما جاش ليه طيب حكم المباراة وحكم الرابع قال الكلام ده ما حصلش او ما سمعناش وحكم المباراة سمعت وسألت الناس في الاتحاد قال اصلنا حسب تعلم سلياد الاولى مش التانية لا احنا عايزين شفافية يا جماعة الجولة التانية مش هتبدأ وتتلعب بالشكل ده طالما الامور كده مش واضحة كل كان متوقع نهاردة في جلسة الاستماع الناس تقرب الاخطاء الناس يقول ده ما حصلش لكن ده كانت مفاجأة النهاردة ان الكل بيقول لا كل اللي بتقال على سوشيال ميديو وفي البرامج ده مش حقيقي يبقى احنا مطلوب النهاردة اتحاد الكرة يقول ليه موقف واضح يقول ليه موقف واضح لان بصراحة بالمشهد ده بالحصل انبارح بالليل ما بين ابراهيم نور الدين وجهات جريشا لا مشهد التحكيم كده فيه عبس محتاجين خبير اجنبي محتاجين قرار الناس تقول لو اتحاد الكرة ياخد قرار دلوقت ده خلاص عنده انتخابات كمان شهر ما انتخبت القرار في ميكالي ما انت عايين تجهاز فني منتخب بقلهم باجنبي بقرار رسمي بمبلغ داف اللي كانوا بياخدوه قبل كده ايه المشكلة اللي عندك اعلن دلوقتي انت بخلاص انت بتبدأ مسابقة لا كان عندك مسؤول على تقنية الفار شغال ولا كان عندك لجنة حكام وسابل مسألة ما بين ثلاثة كل واحد فيه صراعات ما بينه وبين التاني وكل واحد ليه شلالية بيختارهم في المطشوات وفي المعسكرات الى ان وصلنا للنتجة اللي احنا شايفينها الى ان وصلنا للنتجة اللي احنا شايفينها هو في الدورة الانجليزي لو فيه مشكلة زي دي هيتم معالجتها بالمنظر ده لازم يطلع فيها قرار انا النهاردة مستني اتحاد الكورة يعلن تفاصيل جلسة الاستماع واتحدى اي حد في اتحاد الكورة يطلع يقول لي ان الكلام ده ما تقلش في جلسة الاستماع اتحدى اتحدى لان الكلام ده تكتب وتسجل وانا عارف اللي حصل بالزبط واكيد يا اللجنة هتعلن يا اللي اتحادها هيعلن يا اما زي مننا اكيد احمد عبد الباصد لازم اكيد يعلن ما وصله بشكل رسمي لان النهاردة تنفى ده في جلسة الاستماع فاكيد احنا يهمنا نعرف الحقيقة فين لان لما الحقيقة تطلع هنعرف ساعتها بقى ايه القرار اللي اتخذ عشان الحفاظ على شكل المسابقة والمنظومة واشد العقاب للمسؤول عن كل المشهد اللي حصل ده ايا كان حكم مسؤول لان بصراحة عيب اللي بيحصل في الدوري بالمشاهد اللي احنا شايفينها وتقررت في مشاهد سابقة في دوريات ماضية سواء حتى تخسرها الاهلي او حتى فيها منافسة حتى الاسبوع الاخير